في وارسو انطلقت مسابقة شوبان للموسيقى فمر كل خمس سنوات يأتي عازفو البيانو من كل دول العالم ليتنافسوا على مدى ثلاثة أسابيع ليفوز واحد منهم باللقب العالمي إنها مصابقة مكرسة تماما لشوبان وهي حول اكتشاف التعابير الكامنة وراء موسيقاه وهذه الجائزة تمنح لعازفو البيانو الذي يملك فهما مميزا لروح شوبان هذا الفنان الشاب يأتي من النمسا ويحلم بأن يلحق بعازفو البيانو الكبار الذين اكتشفتهم هذه المسابقة مثل مارتا أرغيريتش أو حتى رفال بيتشاز الذي كان في عامه العشرين عندما تقدم إلى هذه المسابقة في العام 2005 أتى من بلدة صغيرة في شمال بولونيا وقد أدهشت براعته في عزف موسيقى شوبان لجنة الحكم ومذ ذاك شهدت حياته نقلة نوعية بعد فوزي في المسابقة بدأت مسيرة عالمية ولطالما كان حلمي أن أعزف أمام الجماهير ولكن بعد فوزي في المسابقة استطعت تحقيق هذا الحلم هذا المساء يعزف رفال في يوكا هاما في اليابان والشهر المقبل سيكون في باريس، لندن، برلين أو حتى فيينا وفي كل حفل موسيقي يندر الشوبان ضمن البرنامج فهو الذي غير حياة رفال وحيثما يعزف الموسيقى الشاب لشوبان يشعر بفرح كبير اشتركوا في القناة